الأخبار تقول أنه وقف أطلاق النار في بيروت وفي الضحية الجنوبية قاب قوسيني أو أدنى وقد وصلت الاتفاقات إلى مرحلة متقدمة بعد أن أعلن أن نتنياهو قد وافق والمجلس الوزاري المصغر وافقوا على وقف إطلاق النار هناك بصراحة لا أدري أن كان هذا الخبر يشكل فرحة بأننا سنقف إلى إيقاف لإطلاق النار وإيقاف لنزيف الدم المستمر الذي تعرض له لبنان لبنان الذي دائما أقول هو القلب هو الريال لبنان المجتمع المدني لبنان الذي يمثل الحياة هذا البلد المسالم الذي دائما ما تطاله يد الغدر للعبث به هل نفرح أم نحزن على الفقدان الكبير الذي حصل التهجير الدمار التحطيم عندما تعود غدا أو يعود أكثر من مليون ونصف نازح هذا لا يجد بيتا وذاك لا يجد مسكلا وهذا وقد فقد فرصته الوحيدة في العمل وهذه التي فقدت زوجها وذاك الذي فقد أباه ماذا سنجيب ماذا سنقول يعني الخسارات في حياة العرب صارت عنوان ودائما النهايات تكون محزنة ومؤلمة من اتفاقيات وعد بالفور إلى سايكس بيكو إلى الحروب التي خذناها إلى الحرب التي تصل بنهاياتها اليوم أسئلة كثيرة نطرحها بمرارة وبواقعية يعني الأخلاق تقتضي أن نناقش الأمور بخطاب العقل وليس بخطاب السياسيين أو المسؤولين أو المتنفذين نحن شعوب نحن دائما الذين ندفع الثمن وبالتالي نحصد عبارات سياسية منمقة واحدة من أهم خصالنا نحن العرب أننا ننسى ننسى ومن خصالنا أيضا تعودنا أن نتعايش مع الألم وتعودنا أن نسكت ولكن إسرائيل هذه الفتنة التي جرعت في قلب العرب الكل يدرك هي ومن حكمها ومن يواليها ومن قاتل معها هي دولة مارقة لا تريد الحياة ولا تريد السلام ولا تريد الوئام ولا تحترم ميثاقا ولا تحترم دولة ولا شيخا ولا طفلا لذلك هل نحن أمامه سلام حقيقي أم ترحيل لأزمات الحرب ستقف في لبنان الجرح والنصف الدائم ماذا عن بقية المنطقة ماذا عن حماس هل وصلنا أو وصلت إسرائيل إلى فصل الساحات اشتركوا في القناة